الفيديو كيتكلم على الممثلة الزوينة دينا لدارة ضجة في مسلسل المكتوب سلوى زرهان تبلغ الممثلة المغربية الزوينة والغزالة سلوى زهران من العمر 23 سنة وهي خريجة المعهد الوطني للتجارة والتسيير بمدينة الدار البيضاء حائزة على جائزة المعهد الموسيقي الكبير بالدار البيضاء سلوى زهران شغوفة بالمسرح منذ الطفولة لعبت العديد من الأدوار في المسلسلات المغربية وكانت أول بطولة لها في مسلسل دموع الوردة وأيضا شاركت سلوى زهران في مسلسل البيوت أسرار سنة للقاء إقبال ناجح دخلت الممثلة سلوى التمثيل سنة 2016 مع المخرج نور الدين الغماري في مسلسل دموع وردة صديقات سلوى من بين أهم صديقاتها هي الفنانة مجدودين الإدريسي اللي كتحمق على وكتسط عليها ومصحابها بزف بزف سلوى زهران تتمتع بطبع تلقائي اللي على قلبها على لسانها وهذا الشي هو اللي كيخلق لها المشاكل بزف مع الناس اللي ديرين بيها وتعتبروا ملكة جمال المغرب تبارك الله ما شاء الله رب يعطاها الزين رغم أنها مشاركة تفتشي مسابقة كما أنها تشبه للعارضة الهولندية الأصل والفلسطينية الأصل جيجي حديد كتشبه لها بزف 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 فقط جيجي حديد شهبة وسلوى زهران ملامح عربية دخلت سلوى زهران لقلوب المغاربة وتربعت على عرشهم خصوصا في العديد من المسلسلات اللي شاركت فيهم السر المدفول، البيوت أسرار، المكتوب وكان الفيلم اللي حمقني عندها بزف 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 هو الشمس العجزية هذ المسلسل اللي تعدى نسبة المشاهدات عالية واللي كل شيء المغاربة تابعوه بقلوبهم لأنه كان لأنه كيحكي على واحد نقطة كل شيء المستوشات قلب جميع المغاربة لأنه كل شيء تقريبا اللي مآدي من هذ السوشال ميديا والنات والأخبار يعني بزاف الناس اللي تآدوا بزاف اللي دخلهم السعادة وكان بزاف اللي تآدوا بسبب السوشال ميديا وسلوة زهران كانت في مسلسل شمس العشية بنت بسيطة بنت كتخاف من خوها وعند غير خوها اللي كتما حضرتو كتخاف منه لكن صحبتها شوهتها في مواقع التواصل الاجتماعي اللي خلت خوها أنه يحقد عليها لكن هي ما استسلمتش وقلبت الكفة الصالح ديالها واستغلت مواقع التواصل الاجتماعي ودارت المستقبل ديالها ودارت القناة ديالها ودخلت أرباح اللي قدرت أنها تغير حياتها وحيات العائلة ديالها وكانوا عواد كانوا في عتبة الفقر ولو من الناس اللي لبس عليهم المهم اندوز الممثلة الزوينة ديالنا اللي أبدعت وأطربت لنا في مسلسل المكتوب كما تشوفو سلواء اللي خيدة هي الدور ديال سليمة واللي مزوجة أراج القمار ما كيبغيهاش فقط غير على فلوسها هنا سلواء ظهران أعطتنا واحد جوشة الأدوار وتوشات المغاربة في جوشة أدوار الدور اللي ونقدروا نقولوا أنه دور إيجابي ولكن الدور التاني توشات واحد من النقطة سلبية لأنه كل شي علق عليها في التعالق السلبية وقال ما كانش عليا أنها تستعمل في استجارة الإلكترونية يعني أشنو كتعلم البنائتنا وكل شي يعني يعيب على المخرج اللي أعطى الاستجارة الإلكترونية واحد الأهمية كبيرة في هذا المسلسل يعني فيما كتعصب كالديرة لدرجة أن بعض البنات قالوا لي جات سلواء جات سليمة وفرشتني مع ماما أنا كتحطها كتسودني ماما كتقول يا أشنا هي هذي بنتي كنقول لا هذي كماما غير كلي ولا يستبي صافوا غادة بحال هاكا وقال الكذابة صافي تفرشنا اللي عنده شي استجارة أي خبيها المهم الله يعفو على الجاميع اللي قلت لكم هو أن سليمة توشت هذا هو الكوطة السالب اللي توشت فيه المغاربة واللي ما أعجبه مش الحال خصوصا أن سلواء اللا حتوف هذي اللوك ديالها ديال سليمة تبدلت نهائيا يعني أنا كانت تعجبني في اللوك ديالها اللو يعني كانت قبيبيزة وغليظة ومالامحة كانوا كيبانو زوينين مهنة لا بدلت اللوك ديال شعرها يعني دارت شبوك لي ضعافت بزاف لدرجة أنا ما أعجبتنيش فيه تدخلوا لي أنتوما وش عجباتكم يعني كتعجبنيها ككيف ما كتشوفوها هذا غليظة وزوينة ضونك تدخلوا لي أنتوما فش عجبتكم أشمل لك وش اللوك الأصل ديال هاللي كانت فيها غليظة بحالها ككيف ما كتشوفوها دعبة أو لا هذي اللوك اللي في مسلسل المكتوب اللي كتمثل الطبقة الأستقراطية أرقيقها بزار أخوتي وأخواتي نتمنى يعجبكم هذا الفيديو لا تنسونيش من لايك وشراك أكيد ونسبسكرايب وكيف ما قلت لكم سابقا اللي بغى أي ممثل من أفضل مسلسل المكتوب فقط يخلي اللي سعليق وأكيد سنجيب لكم الأخبار عليهم نتمنى هذا الفيديو يعجبكم أكيد اخوتي وأخوتي وخليوا لي في الكمنترات ما تعجبكم سليمة وما زال سليمة اللي ستطلق لنا معلن لدن يا بوطازود ثم ستكون هاضر اخرى ثاني وغادي يكونوا أحداث أخرى متيرة وغادي تكون سنجد ضحك شوية اللي سنشطوا فيه لأنه ستحك لنا ما كانش يعني كما نقولو العدوزة ومرتلو البدونك سيضرع لنا ستجدون نفس الشخصية ونرى ما يخرجون لنا في أمان الله